الحب والتراقب عربيا يمكن الفرحة هيجي معادها لكن منذ لحظات قرر النادي الآلي الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم اللي هتقام في السعودية صيف هذا العام لالي واضح جدا ان الرؤية فنية لالي بيبقى حريص على تلبيت كل الدعوات العربية ويبقى حريص على التواجد في المحفل العربي لكن المسائل بتحكمها اعتبارات فنية كون ان البطولة هتقام في الاسبوع الاخير من سبعة بعد ايام قليلة من نهاية الدورة في مصر ودي الفترة الوحيدة يمكن اللي اللعبة هتلتقط فيها انفاسها فترك القرار للمدير الفني ومن ثم الاهل بيعتذر عن عدم المشاركة او عن عدم تلبية الدعوة اللي تلقاها من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في هذه النسخة اللي بتحمل اسم الملك سلمان ابن عبد العزيز ده يمكن يعني لايب هذا الاعتذار بيوضح لك حجم الضغوط اللي بيتعرض لها من خلال المشاركات المطلوب ان يشارك فيها واحدة من البطولات اللي ستعني يحصل فيها على اموال طائلة ينافس عليها ولكن الاعتبارات المادية لم تسيطر على القرار الفني في النهاية لان الاهل مضغوط جدا 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 ربنا وفقنا في اللي جاي ده بما يخص كرة القدم وعليه فيه جزء كبير من الترقب لكن الفرحة الحقيقة صنعتها ايادي الماسترز رجال واساطير الكرة الطائرة فريق الكرة الطائرة للرجال فريق يعبر بجد عن شخصية الاهلي تقدر تشوف في ابطال الكرة الطائرة رجال وبنات سمات الشخصية الاهلوية القوة الصلابة الدفاعية الاسرار على المكسب التفوق الكاسح النهم الشديد في احراز الالقاب دول ابطال ما بيشبعوش بطولات ملوك الصلاة واساطير الصلاة ابطال الكرة الطائرة حققوا النهاردة اللقب العرب التامن ليهم من خلال التفوق الكبير 3-0 على النصر البحريني الشقيق وبعد مسيرة الحياة طوال البطولة تقريبا ممكن يكونوا خسروا شط واحد دي كانت لحظة التتويج والفرحة ورفع كأس البطولة البطولة العربية دي أنا ليها ذكريات خاصة فيها لأن أول بطولة عربية شاركنا فيها وكسبناها كانت في الأردن وكان المنتخب المصري بيشارك في البطولة أفريقيا ويضم ألمع نجوم النادي الأهلي ولكننا استطعنا أن نكون فريق يذهب إلى الأردن وكنت أنا رئيسي البعثة وقتها أي واستطعنا أن نحصل على البطولة النهاية كان مع الفريق العراقي بس ديرنا نجيب أخوان شاموتي استعنا بيهم هم كانوا من أبلاء الأهلي وكانوا خارج ببرة وعملنا بطولة كان محمد مصلحي بيلعب أه أجيلك بالزاوية التاريخية لكن كامل لا مش منصف لا يعني بيقولك العجبني في البطولة دي أنها واحدة من أقوى النصف أولا أعادة كانت تبصت لأيه فرقتين من تونس فرقتين من جزائر فرقتين من مصر فرقة مش عارف منين وفرقة منين دلوقتي فرقة من كل دولة تقريبا واحدة ففي تنوع شفنا محدش يتخيل أن عمان في هذا المستوى يعني كله كان متصور أن مصر قطر البحرين ولكن عمان يدخل مزاحم وستطيع أنه يفوز سيب العماني الفريق البحرين دي سبق له الفوز قبل كده والوكرة القطر حمل اللقب والوكرة حمل اللقب بطولة قوية جدا أنا بتابع الفولي وبستمتع به جدا جدا وهذا الجيل أهميته إيه أنه لما خسر السنة اللي فاتت ها استوعى بالدرس فعاد بمزيج ساحر من القدامى والناشئين ليقدم واحدة من أقوى النسخ التي قدمها أبطال الكرة الطائرة عبر تاريخ النادي الآن ترجمة نانسي قنقر